اشتركوا في القناة فقد وقفنا بالامس عند قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت اخته فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبل قال العلماء هو تحريم منع لا تحريم شرع اي انه لحكمة الله جل وعلا منع من ان يرضع الا من امه حتى يتم ما وعد الله به ان ارادوه اليك وهذا من التلطف الذي ان ربي لطيف لما يشاء التلطف في الوصول الى النهاية مع ان الله تعالى لا قادر على ان يهلك فرعون بلحظة يخصف بفرعون الذي سيأتي فيما بعد في يغرق لكنها دلالات اخته هذه القصة الطويلة التي لا نزل في اولها حتى تأتي النهاية وحرمنا عليه المراضع من قبل هنا جاء دور الاختة ما جاءت لاحظوا من اول لحظة وقالت لما قبضوا عليه هل ادلكم على اهل بيت يقفلونكم لا سكتت حتى وصلوا الى ان هذا الطفل لم يقبل المراضع ولاحظوا الآية المراضع يعني عرضوا على واحدة واثنتين وثلاثة واربع الى الله اعلم كلها يرفضها والبنت ساكدة الاخت ساكدة ما اعقلها ما ابعد نظرها لم يستخفها الحدث لم تستغرق في اللحظة الحاضرة بدأوا يبحثون عن حل اصبحت قضية الآن هم يريدون هذا يبقى في بيتهم نتخذه ولدا وهو الآن يبكي يريد يريد الرضاع يريد يطعم ولا فضع ان يقبل اي مرضعة ماذا حدث هنا جاء دورها هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم يا سلام ما قالت هل ادلكم على امه ها امه من هي امه من بني اسرائيل ها هنا اذا يقتل على اهل بيت انا ساخدمكم تقول سابحث عن اهل بيت لعله يقبل واتمع انه لن اسلمه الا لمن هم له ناصحون سيهتمون فيه سيعلمون به وليس مجرد مرضعه لا تبالي فيه سبحان الله ما اعقله ما ابعد نظره ما احسن تترفها في هذه الازمة الشديدة جدا ما الذي حدث اخذته الى امه وهنا وقفت امام وقتها مع ان امرأة ثرعون هي التي انقذته من ثرعون واتضح حبها لموسى ما جاءت هذه الفتاة وهمست في اذنها انا اخته دعيني ارجعه لامي لا 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 لماذا هنا قاعدة الاسرار لا تعطيها لكل انسان بل حتى من يستوعبها لا اعطيها فقط لمن يحتاج اليها وهي تستطيع ان تأخذ الطفل الان وقد فعلت دون ان تفشي السر لا لملأي فرعون ولا لآل فرعون ولا لمرأة فرعون مع فضلها وحرصها على موسى وهي امرأة اسمحني الاخوات هل تحفظنا الاسرار الان يفضينا الاسرار بدون سبب انتان بي ترى بقول السر ما تعلمين احد حتى الرجال يقعون في هذا نعم بعض الرجال يقعون في هذا لكنه بين النساء اكثر هذه الان ما اخذتها العاطفة وقالت ما دامت امرأة فرعون هذه عاطفتها وحبها وتقولنا اتخذ ولدا لا اطمئنها اني انا اخته واطمئنه ساعطيه امه ابدا هل ادلكم ادلكم على اهل بيت يقفلون كفالة لكم وهم له ناصحون ما احسن هذه الكفالة هل هناك نصح اكثر من نصح الام لابنها ثم تقفوا عند كلمة يقفلونه لكم كيف كفالة اليتيم هذا يتيم ابو لم يذكر في القصة هم على الاقل هم لا يعرفون والده فضلا ولم يعرفوا امه فهي كفالة كفالة هؤلاء فيها اجر عظيم كفالة الايتام ومن لا يعرف له اب كفالة لها اجرها ولكن يجبوا هنا وهم له ناصحون لانني رأيت البعض يأتي ويكفل بعض الايتام ويسئلهم رأيت من يكفل بعض الايتام فيختلف الزوجة زوجته على هذا اليتيم فيذهب اليتيم وضحية اي كفالة هذه هذا عذاب لان ما قال تقفلون لكم سكتت وهم له ناصحون هكذا يجب من يكفل يتيما ولقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كهتين شب هنيئا لمن كفل يتيما ولكن الكفالة ليس كما تفهم اليوم عند البعض قد يكون هذا احسان قد يكون جزء من الكفالة لكن الكفالة اعظم وابعث الكفالة القيام بجميع شؤونه طعام وشراب وتربية وحسن تعامل هذا معنى عظيم وكفالة اليتيم يطول الحديث فيها ولكن ثبت ان بعض من حرم الولد اذا كفلوا يتيما تحمل المرأة كثيرون يعالجون يبحثون عن العلاجات فيصلون الى ان يكفلوا يتيما فتأثر الرحمة ويرزقون بالولد يكفل وهم له ناصحون فردناه الى امه كي تقرى عينها ولا تحزن كما وعد الله جل وعلا فهذه آية عظيمة جدا في بيان هذا الجانب ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون انظروا هذه الآية كم فيها من المعاني العظيمة ردناه الى امه ان رادوه اليك كما بيان الله جل وعلا كي تقرى عينها قرار العين بالرضا والاطمئنان وهكذا كان ولا تحزن اقيف اليوم ولا تخافي ولا تحزني انظر الربط بين الآيتين ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ولتعلم ان وعد الله حق ان هذه المقدمة فان الله رده اليها مقدمة ايضا لان يكون من المرسل كما وعد الله جل وعلا هل نحن فعلا نتعامل مع هذا الامر ان وعد الله حق اليس هناك الوعد بالبشرى بالانتصار ان الله لا يصلح عامل المفسدين وعد وقد خاب من افترى وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعد نصر المستضعفين في الارض وعد التفاؤل في الازمات والشدائد وعد سبحان الله كلها وعود فهل نحن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون والواقع يؤكد هذه الحقيقة ليس فقط من قبل الكثار حتى من بعض المؤمنين يضعف ايمانه وهو مؤمن ولا شك مسلم يدخله اليأس يدخله القنوط يدخله شيء من الاستعجال من التنازل لانه لم يؤمن يقينا بان وعد الله حق ولو امن بذلك يقينا لاختلفت حاله ثم بعد ذلك تأتي هذه الآية التي اختم بها هذه الحلقة وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ لما بلغ أشده واستوى قيل الأشد من بلوغ الرشد إلى ثلاثين عاماً الاستواء نهايته الأربعين ولذلك يبعث الأنبياء كثير من الأنبياء على الأربعين ففرق بين بلوغ الأشد وبين الاستواء بلوغ الأشد يبدأ من الثامن عشر أو من العشرين أو قبل ذلك إلى ثلاثين كما قالوا لكن الاستواء آخر المطار وما بعده يتم قيل إنه يكون على الأربعين وليكبعث نبي صلى الله عليه وسلم على الأربعين وقيل إن موسى بعث على الأربعين وبعث عدد من الأنبياء على الأربعين آتيناه حكماً وعلماً وهذا ليست هي النبوة كما قال بعض العلماء لأنه سيأتي موضوع النبوة بعد قصة مدين إنما هو العلم لأنهم بني إسرائيل وهم على دين إبراهيم عليه السلام دين يعقوب الذي وصى أبناءه بذلك ويتوارثونه لكن يتميز بالعلم والحكمة والدين والرسالة شيء آخر جاءت فيما بعد وكذلك نجزي المحسنين عجيب هذه الآية وجدت أن يوسف عليه السلام في سورة يوسف ورد في آيات كثيرة جدة في ست مرات تكررت ولما بلغ شده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين قال له أصحاب السجن وهم لا يعرفون عنه ولم يبعد بعد إن أنا نراك من المحسنين يقول عن نفسه نعم أي إنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع عجل المحسنين خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مما حدث متأثر في نزول وحي جديد عليه زملوني دسروني تقول والله لا يخذيك الله أبدا لماذا؟ تذكر ستة أسباب عجيبة والله ما قالت أنك لم تسجد لي صنم وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لم تشرب الخمر وهو كذلك أنك تتعبد الله في غاري حرة لا 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 ذكرت ستة أسباب كلها قضايا إحسان إلى الآخرين تعين الملهو تعين الضعيف وتعين على نوائب الحق وبدأت تعدد كما في الصحيح فنتيجة الإحسان الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هيا في سورة الرحمن إذن أيها الدعاة أيها العلماء أيها الوجهاء أيها المربون أيها الآباء أحتن إلى الناس تجدون النتيجة بدون الإحسان لا يتم ليس مجرد العلم إلا مجرد المال أو الوجاهة أو التربية لا 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 بد من مقدمات وجدناها في قصة موسى وكذلك في قصة يوسف وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنا نراك من المحسنين وكذلك نجزي المحسنين أمر قاعدة مضطردة مع الكل تريد الرفعة أمام الله وليس تربعة الدنيا تريد أداء دعوة الله كن من المحسنين جعل الله إياكم من المحسنين وشهر رمضان هو شهر الإحسان هو شهر الفضل والعطاء أحتنوا إلى أنفسكم لإخوانكم للمجاهدين وسترون أثر ذلك بإذن الله تقبل الله مني ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته